انا بكم من جديد في حصة مغاربية اعلنت الجامعة العامة للنقل في تونس تمسكها بتنفيذ الاضراب العام في قطاع النقل برا وبحرا وجوا الذي سينفذ يومي الاربعاء والخميس وذلك اثر تعفل التفاوض مع وزارة النقل يتي هذا بينما كشف الامين العام للاتحاد الشغل نوردين طبوبي انه سيتم الاعلان عن مبادرة جديدة للخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد واوضح الطبوبي انه سيتم الاعلان عن هذه المبادرة خلال الجماعي الجمعة القادمة معربا عن امله في ان يتفاعل الرئيس قيس سعيد مع المبادرة بشكل ايجابي لدعم الاستقرار السياسي جولات من المفاوضات بين ممثلين عن الحكومة التونسية والاتحاد الشغل لتجنب الاضراب في قطاع النقل في وقت اكد فيه الاتحاد المضي قدما في تنفيذ الاضراب يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يناير الجاري والذي يشمل النقل البري والبحري والجوي ويبقى تنفيذ الاضراب من عدمه مرهونا بمفاوضات الساعات الاخيرة بين الطرفين الحكومي والنقابي في ظل الابقاء على باب الحوار مفتوحا على امل تحقيق نتائج ملموسة لا منص من الحوار واستعادة الثقة بين المنظمة النقابية والحكومة اليوم لا شيء يمنع من الاستماع إلى مطالب الأجراء وفي نفس الوقت تفاهم إكرهات الحكومة والضغوطات الخارجية عليها من قبل المؤسسات المالية إذا تضحت الصورة وتم استعادة الثقة وفتح قنوات الحوار المفتوحة على مدارسها لا يختلف اثنان في الشارع حول حقوق العاملين وضمانها في وقت تعيش فيه الأوساط التونسية حالة من الجدل بشأن تنفيذ الاضراب وأهدافه في ظل الحديث عن تعطيل مصالح التونسيين سيما وأن قطاع النقل يتضمن قطاعات واسعة في البلاد منها نقل البضائع وغيرها ما من شأنه إلحاق خسائر فادحة على الصعيد الاقتصادي أكيد الاضراب يضر بمصالح المواطنين والموظفين بمصالح المؤسسات واقتصاد الدولة كامل وعلاقات مع الناس خطر النقل مش كان متمثل في تنقل أشخاص فما بضاعة فما الناس عندها عقود والتزامات مع الناس في التجارة في الأدوية في العديد من الأسباب هذوما نقل هذا ما نحن نسوش بها من العبيد خاصة القطاع الخاص واللي ما عندهم مش وسائل بش يتنقلوا به يعني يتعذبوا ويصير فيهم ويقعدوا فيهم اللي ما يخرجش على خدمته وخذين مصالحوا حتى المستشفيات يكون ماشي المستشفى يتعاطل ترسيله ما يمشيش للمستشفى باش يعدي يعني هما ما يحسوش بالمواطن آخر آخر اهتمام ما هو المواطن وتشمل المطالب النقابية طلب منحة متابعة الخدمات والسلامة لعمال النقل فضلا عن ضبط النظام الأساسي الخاص بمراقبين نقل البري وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين السلطات والنقابة والتي لم يقع تنفيذها منذ أكثر من عامين ما بين المطالب النقابية والظروف المادية الخانقة للسلطة التونسية يدفع المواطن في الشارع ثمن أي إضراب في أي من القطاعات الحيوية بانتظار إيجاد حلول لهذه المعضلات ياسر دبابش الغد تونس نرحب بضيفين من تونس السيد نصر الدين ساسي الكاتب في صحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل وأيضا الأستاذ نجم الدين العكاري رئيس تحرير صحيفة الشروق التونسية أهلا بكم الضيفان على شاشة الغد أبدأ معك سيد ساسي إذن الإضراب في قطاع النقل معلن منذ فترة طويلة لماذا الآن هذا الضغط وعقد هذه الجلسات التفاوضية في آخر اللحظات التي لا تزال حتى الآن متواصلة شكرا تحية لك ولمشاهدي قناة الغد بالفعل لائحة التنبيه بالإضراب صدرت منذ عدة أسابيع وللأسف الشديد أن التعاطي الحكومي مع لائحة الإضراب كان متأخرا للغاية خصوصا وأن الإصدار الرسمي لهذه البرقية كان منذ 17 يوما تم إرسال البرقية إلى وزارة الإشراف وإلى الوزارات المعنية من بينها وزارة الشؤون الاجتماعية ولكن التعاطي والتفاعل الحكومي للأسف الشديد وكعادته كان متأخرا ولم تتم الدعوة إلى جلسة التفاوض أو ما يسمى بالجلسات الصلحية إلا قبل يومين ومتزال ماراتون التفاوض مستمرا البارحة عقدت جلسة على مدار 12 ساعة واليوم تتواصل إلى حدود الساعة الجلسة التفاوضية الثانية بعد أن كانت أعلنت أن الجامعة العامة لنقل من خلال ندوة صحفية عن تمسكها بالإضراب جراء عدم التوصل إلى اتفاق أولي مع وزارة النقل ولكن اليوم تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلين عن رئاسة الحكومة إلى هذا الاجتماع التفاوذي وما تزال المفاوضات سرية المفعول خصوصا مع تراكم المطالب بمختلف أسلاك القطاع النقل برا وبحرا وجوا وطبعا نظرا لتراكم ما صار معالجة هذه المطالب الذي يعود إلى أكثر من عامين ولأكثر من سنة نعم طيب سيد نجب الدين العكاريب ما مطالب هذا القطاع ما الذي يعانوه ولماذا الدولة أو الحكومة المسؤولين وزارة النقل لماذا لم تتجاوب أو لم تجد حلا لمشاكلهم لليوم وزارة النقل لديها كالحكومة وكالدولة بصفة عامة لديها مصاعب مالية معروفة المالية العمومية تشكو في تونس منذ فترة من النقص في الأموال وهما أثر على سير عمل شركات النقل العمومية برماتها في كل الجهات سواء الوطنية أو في المحافظات كلها كل هذه الشركات العمومية تعاني من خسائر متراكمة طيلة السنوات الأخيرة وربما حتى منذ النظام السابق وهي تعاني من مشاكل مالية متراكمة وتسجل خسائر هذا النقل العمومي هو مدعوم بالأساس من الدولة لكن هناك عديد المشاكل التي تعاني منها وأيضا هناك اهتراء وسائل النقل وتقادمها وتقادم الأصول وعدم مدارة الدولة إلى الإصلاح وإلى التطوير وأيضا هناك اتفاقات مالية ومطالب مالية يطالب بها الأعوان في القطاع النقل العمومي سواء البر أو البحري والجو أيضا نعرف أن الشركة الناقلة الوطنية لديها عديد المشاكل التي كادت أن تؤدي بها إلى الإفلاس وخاصة في عهد الحكومة السابقة والآن هناك بعض التحسن تفي في شركة النقل الجوي ولكن ببقية القطاعات في النقل بتفاوت كبير هناك مشاكل مالية كبيرة وتراكم تقادم الأصول وغيرها من المشاكل التي عجزت الحكومة عن حلها ولم تجد المال اللازم لإيجاد حلول لها سواء للأعوان الذين يطالبون بمطالب وهو متراكم منذ أكثر من سنة وأيضا هناك تقليص في الديون وخاصة تجديد الأسطول في كل شركات النقل وأن التقليص من حجم المدينية وإيجاد تمويلات لتجديد الأسطول لكل هذه الأسباب فإن الأذراب والمطالب تبدو مشروعة جدا ولا أحد يجادل فيها هنا في تونس لكن هناك إكرهات باعتبار أن الدولة لا تتوفر لديها الأموال اللازمة لدفع ما يطلبه الأعوان وما تطلبه شركات التي هي بحاجة إلى إعادة هيكلة خلال الفترة القريبة القادمة سيد نوردين طبوبية الأمين العام للاتحاد العام للشغل أعلن عن مبادرة وكشف عن ذلك أنه سوف يتم الإعلان عن مبادرة جديدة لإيجاد حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد يوم الجمعة المقبل ما فحوى هذه المبادرة برأيك؟ ما الأوراق أو ما المقترحات لنوردين الطبوبية في حل هذه الأزمة؟ المبادرة حاليا هي قيد التشكل كما قيل وكما ذكر مسؤول المنظمة النقبية التونسية هي اليوم بصدد التشكل وبصدد السياغة هناك لجان تم بعثها صلب المنظمة النقبية وتتضمن كفاءات من مختلف الاختصاصات من الشخصيات الوطنية ومن الكفاءات المشهودة لها بالاستقلالية والحياد هذه الليجان بالطبع ستسوق محاور المبادرة التي ستشمل الجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية وطبعا المسألة السياسية التي تعتبر رأس المشكلة خصوصا وأن الوضع السياسي الراهن هو ما يزيد من صعوبة إنقاذ البلاد على المستويات الاقتصادية والاجتماعية إذن كما أعننا عن ذلك مسؤول الاتحاد هذه المبادرة ستصدر بالطبع قريبا وستكون محل تشاور أولي من المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وستحالوا لاحقا إلى رئيس الجمهورية لانتظار التفاعل معها ودفع الحوار في إطار هذه المبادرة نعم نجب الدين العكاري رئيس تحرير صحيفة أشروق التونسية قبل قليل قبل لحظات كنت تتحدث أن الدولة ليس بمقدورها أن تجد حلا لموضوع قطاع النقل طيب إذا لم أو لن يوجد حل لأنه ليس باستطاعتها هناك أزمة اقتصادية كبيرة تعيشها البلاد على ماذا يتفاوض الآن نقابة العمال النقل ووزارة النقل ما الذي يحدث الآن؟ ما الذي يدور في هذا الاجتماع برأيك؟ أعتقد ووفق ما تصرب ووفق ما نعلمه أن الدولة ستطالب بتأجيل دفع هذه الأموال وبالإعلان عن خطط لها لتجديد الأسطول والتقليص من مدونية الشركات العمومية للنقل في كل الاختصاصات وهي تعاول على تفهم الترف النقابي لهذه الإكرهات التي وجدتها والتاركة الثقيلة التي وجدت فيها الحكومة الحالية ونظام قائس سعيد خلال الفترة الأخيرة ومحاولة تفهم الترف النقابي لإمكانية تحسن الوضع سواء بالحصول على القرض من صندوق النقد الدولي رغم التحفظات التي يبديها النقابيون حول هذا التوجه وحول الشروط التي يطلبها صندوق النقد الدولي وأيضا بعض التمويلات الخارجية رغم أن الدولة ليست لديها أي مؤشرات على تعبئة هذه الموارد سواء لدفع ميزانية 2022 التي تشكو من نقص كبير وأيضا تعبئة موارد الميزانية العام الجديد لكل هذه الأسباب فإن الحكومة ستحاول أن تجد أذانا صغية لدى الترف النقابي ونعلم أن الاتحاد العام التونسي للشغل هي منظمة وطنية ويهمها المستقبل البلاد ويهمها عدم سقوط البلاد في مشاكل كبرى هي لا تدافع فقط عن أجرائها وعن منظورها بل هي تدافع عن مستقبل البلاد برمته وعن كل الإشكاليات المطروحة هي لا تضغط من أجل عمالها لكنها ستقبل حسب رأيي بالإكرهات وتحاول إيجاد حلول وتأجيل هذه المطالب لأنها تعرف باعتبار أن تواصل الدولة ومصاراتها كلها فإنها تعرف أن الدولة ستدفع في يوم ما عندما تتحسن الأمور في فترة قريبة وليست بعيدة جدا للحصول على هذه الإصلاحات وتقديم ما يطلبه النقابيون والعمال والأجراء بصفة عامة باعتبار أنه ليس قطاع النقل هو الذي يطالب بتحسينات بل هناك قطاعات أخرى قادمة لأن الحكومة إذا أقنعت جامعة النقل وهي من أكبر الجامعات في البلاد وفي المنظمة الاتحاد العام تنسي لشغل وفإنها قادرة على إقناع بقية الأطراف وبقية القطاعات الأخرى التي بدأت تعلن عن مطالبها وتعلن عن تحركات احتجاجية في شركة الكهرباء وشركة المياه وفي البريد وفي غيرها من القطاعات التي بدأت تعلن عن ذلك سيد ساسي في نقطة أخيرة في موضوع المبادرة التي تحدث عنها سيد نوردين الطبوبي أيضا أعلن أو أعرب عن أمله في أن يتفاعل الرئيس التونسي إيجابيا مع هذه المبادرة لتحقيق الاستقرار السياسي بما تمر به الآن البلد من ضغوط ومظاهرات مقاطعات يعني هل ترى أن هذه المرة سوف يتفاعل الرئيس التونسي مع هذه المبادرة؟ في الحقيقة لا خيار لتونس للخروج من الأزمة إلا الحوار الجميع يتابع اليوم مدى التشذي على مستوى المشهد السياسي العام والفرقة التي يخشى أن تؤدي إلى صدام وتناحر بين أفراد الشعب أو انقسام بين أفراد الشعب التونسي المبادرة بلا شك ستهدف وتستهدف الوحدة وإجلس أو جلوس الجميع على طويلة الحوار وتحاور بشأن حلول إنقاذ البلاد بالنسبة للاتحاد الشغل يأمل أن تتحسن مستويات الحوار الاجتماعي ومستويات التشاركية ومستويات انخراط الطبقة العاملة في خيارات الإنقاذ وقالها اتحاد الشغل أنه لن يترك البلاد للمجهول وسيقول كلمته في الوقت المناسب وكلمته لا يمكن أن تكون إلا إنقاذ البلاد من الأزمة الخانقة على كل المستويات شكرا جزيلا لك سيد نصر الدين ساسيا الكاتب في صحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل وأشكر أيضا الأستاذ نجب الدين العكاري رئيس تحرير صحيفة الشروق التونسية شكرا جزيلا لكم ضيفانا حساتنا المغاربية متواصلة وفيها بعد الفاصل اتقال الأمازيغية شرط جديد الحصول على الجنسية المغربية اشتركوا في القناة